كونرات مشيلاك ده لاعب بولندي جيد يلعب كجناح ضم النادي الزمالك مش كتير من الجماهير المصرية تحديدا من جماهير النادي الزمالك شافوا يعرفوا كويس أداه إيه إمكانياته إيه لاعب بولندي بيلعب في مصر إيه حكيته يعني إيه حكيته نعرف عبر زوم من بيوتر ستوكوفيتش المدير الفني لفريق لخياء البولندي ومدرب مشيلاك اللاعب الحالي لنادي الزمالك كان مدربه قبل كده يا فندم مشرفني ومنورني على التلفزيون المصري برنامج رقم عشر شكرا جزيلا على دعواتكم واستضافات الليلة أنا قابلت كوندرد أول مرة في لخياء دانسك منذ خمس سنوات وكان شابا وكان لعبا في رأيي كان لديه رغبة وطموح كبير أن يلعب في هذا الوقت في فريق الشباب لمنتخب البولندي وانضم للفريق الأول بالفعل ولكن لم يشارك في مرحلة التأهل لكأس العالم بقطر في الملحق ولكن أعتقد أن كوندرد لديها الكثير من الجوانب الجيدة أعتقد أن أميز ما يتصف به كوندرد أنه سريع والجميع لاحظ ذلك هو لعب نشيط هو لعب دائما ما كان يحب اللعب في خط الهجوم هو لعب يناسب كثيرا لكرة القدم الحديثة هو لديه بالفعل هذه الميزة أعتقد أن كوندرد هو يحب اللعب في المساحات الواسعة وخصوصا في الهجمات المرتدة أعتقد أنه مثل مشكلة للعبين المدفعيين هو ممتاز في هذه النقطة هو يحب اللعب للأمام دائما أعرف جيدا أن هذه لحظة تاريخية هو الأول لعب بولندي في الدور المصري وأعتقد لا أستطيع أن أقول كثيرا عن شخصيته إلا أنه إلا أني لم أرى إلا كل شيء إيجابي تريد أن تعرف أي شيء أنا مستعد لأي سؤال طبعا طبعا قلت لي أنه مش لك من اللعيبة كوندرد مش لك من اللعيبة اللي بتلعب بشكل رائع جدا في المساحات خاصة أنه لاعب سريع الزمالك لمعلوماتك هو من الفرق الكبيرة في مصر والقارة الأفريقية يلعب دائما بشكل هجومي ويدافع المتنافسين أو المنافسين أمامه بشكل كبير جدا والمساحات دائما هي مساحات قليلة جدا هل هو يستطيع اللعب في مثل هذه المساحات الضيقة ولا فقط في المساحات الوسعة لا أعتقد كثيرا أنه يناسب المساحات الضيقة ولكني أعرف أن الزمالك فريق كبير فاز بدور الأبطال خمس مرات وفاز بالكثير من نسخ كأس مصر ودور المصري أعتقد أن الزمالك لديها الكثير من ألقاب الدوري الممتاز أيضا فهذا جيد ليست مشكلة المساحات الضيقة لديه مهرات لديه جانب فني جيد أعتقد أن كوندرد لعب شجاع أنا أحب هذه النوعية من اللاعبين هو لعب شجاع لعب قوي هو لعب مستعد دائما ومتحمس في المباريات وفي التدريبات كذلك وللتحديات الجديدة أعتقد أن في رأيي هو لعب هو لعب يظل في حالة تطور دائما لست متأكدا أي مستوى وصل إليه الدوري المصري ولكن أعتقد أن أتمنى له أن لا يندم على مجيئه للدوري المصري أتمنى أتمنى أن يكون هناك الكثير من اللاعبين كوندرد في الدوري المصري سنرى التأقلم ولكن هذا يعتمد على احترافية اللاعب هو لم يكن لديها أي إصابة في الفترة الماضية خلال السنتين الأخيرتين ونتمنى أن نرى التقدم في مستوى في خلال مشاركاته مع الزمالك نعرف أنه يجيد اللاعب في مركز الجناع هل هو يجيد اللاعب في مركز أخرى في خط الهجوم هل يجيد اللاعب مثلا في مركز رقم 9 كمواجم صريح أعتقد أن هذا بناء على نظام اللاعب أنا لا أعرف نظام لعب الزمالك ولكن هو يستطيع أن يلعب كمهاجم يلعب كرقم 10 أيضا يلعب في مركز الجناح وصنع العلعاب وأيضا يلعب في خط الوسط المتقدم رقم 8 أعتقد أنه يستطيع المزق بين المراكز ليست مشكلة هو ليس رقم 8 التقليدي الذي نعرفه هو ليس لعبا طويل القامة ولكنه يستطيع أن يلعب ويلعب كلاعب على آخر يديه الفرصة للمرور يمكن أن يلعب في أكثر من مركز أعتقد أن هذا بسبب الخبرة التي لديه الزمالكة الآن نادين كبير يمكن لكونراد أن يشارك في المنتخب البولندي عن طريق الأداء الحالي هو شارك في العديد مع الأندية كونياسبور أنكارا جوتشو العديد من الأندية الكبيرة في أوروبا فأعتقد أنه منذ خمس سنوات أعني ولكن لعب معي في لخيا جدانيسك وكان أداءه جيدا جدا في أكثر من مركز هو لعب لديه الخبرة اللازمة لديه المهارة ولديه الخبرة في وجه نظري بيوتر استجوفيتش المدير الفني للفريق لخيا البولندي المدير الفني السابق للاعب الزمالك الجديد كونراد مشلاك بشكرك شكرا جزياء على هذا اللقاء عبر زوم